أعربت رئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فاندرلاين عن سعادتها بالتواجد في القاهرة لحضور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبية وفي منشور لها على موقع أكس أشارت فاندرلاين إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي فتح فصلا جديدا في العلاقات بينهما في شهر مارس الماضي وأن اليوم يشهد تحقيق هذا التعاون لفتة إلى تطلع التقتل للاستثمار في مجالي الطاقة النظيفة ومهارات الشباب بالإضافة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر